لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية يدرك بانه خلاص منذ الخطوات الاولى منذ اللحظات الاولى وهدف التقدم للوعداد في دقيقة السابعة على حزاب شباب العقبة اذا منذ البداية لا يوجد تهاون لا يوجد استسلام لا يوجد طراخي بالرغم من الحذر الشديد الذي شاهدناه في دقيقة الاولى هدف للوعداد لا شيء لشباب العقبة هنا تنفذ الكرة ولدينا الانتقاء براسية وهدف اول هدف اول للوعداد الوعداد يتقدم على شباب العقبة الان هذا الهدف هذا الهدف سوف يشعل اللقاء بزيادة كون شباب العقبة سوف يتخلص من المنطقة الخلفية وبالتالي يتقدم الى الامام اكثر واكثر استلام الى الوسط ولكن سعيد احسان من الجديد تحرق هنا لمصرحات الوعداد سعيد الى الامام تلعب هنا المتابعة اطلاقه تقدم الاختار الاختار يتبا اختار والعجب الثاني والدقيقة الواحدة والثلاثين من خلال تنسيب واضح ودارع وعينه بقبضة الامان بقبضة الامان للغرب 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 يحتاج الاتصار يحتاج الفوز لكي يريح البال نقطة بعد ذلك يحتاجها من لقاء وهدف ثاني للمحدات يعلن به التقدم والتعزيز لهذه النتيجة اذا هدفين في الوحدات لا شيئا للشباب العقباء بعد هذه المناولة والتقدم والتسييدة من قبل اللعب يازن تلجي عبدالله ديب هنا التمرير ويازن انطلاقه وهدفين للوحدات لا شيئا للشباب العقباء تمضي الامور ما بينكي الفريقين والحال مختلف ما بين العبيض والأمي يازن تلجي يازن تلجي بمنافسة من نوع خاص ما بينه وبين هناك المهاجم الفي صلاوي لوكاس بولندي ويازن تلجي يبحث عن هدفه الحادي عشر والتارس الوحدات تنفذ وهدف ثالث للوحدات الوحدات يتقدم بثلاثة الوحدات يتقدم بثلاثة ويعلن العودة القوية يعلن الاختراب الاختراب اكثر واكثر من اللقب بثلاثة حتى هذه اللحظة يرضي امام الشباب العقباء وضرب الجزاء ينفذ ايازن تلجي يصل للهدف الحادي عشر له شخصيا والثالث للوحدات حتى هذه اللحظة اذا الوحدات ثلاثة اداف الشباب العقب لا شيء يبدون بأن الأمور اتضحت في المقدمة بنسبة كثيرة ولكن الآن الانظار تتجه وتنصر بالنسبة لمن يكون المغادر من دوري ترجمة نانسي قنقر